احييكم و اهلا بكم الى نشرة الخامسة التي نستهلها كالعادة بابرز العنوين رغم استئناف القصف الروسي الامم المتحدة تقول ان اكثر من مائة مدني تم اجلاؤهم من مصنع ازوفستال ايطاليا تدعو الاجتماع الاوروبي عاجل لبحث ارتفاع تكاليف الطاقة ووزير اقتصاد المانيا يدعو مواطنيه لتحمل الزيادة قلق من موجة جديدة لكورونا سببها سلالتان من متحور اوميكرون في جنوب افريقيا اهلا بكم قالت الامم المتحدة ان اكثر من مائة مدني تم اجلاؤهم من مصنع ازوفستال المحاصر في وقت اعلنت وزارة الدفاع الروسية بدأ عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات دونياتسك الانفصالية للقضاء على مواقع كتيبة ازوف والقوات المسلحة الاوكرانية في مصنع ازوفستال واتهم المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم استافيف مقاتلي ازوف والقوات الاوكرانية بخرق نظام وقف اطلاق النار في مصنع ازوفستال مضيفا انهم خرجوا من الاقبية وتوجهوا نحو مباني المصنع متخذين مواقع لاطلاق النار واكد استافيف تدمير الجيش الروسي وقوات دونياتسك الانفصالية مواقع اطلاق النار للقوات الاوكرانية التي قالت من جهتها ان روسيا تشن هجوما عنيفا على مصنع ازوفستال المحاصر اعلنت الدفاع الروسي قصف مركز لوجستي قرب مدينة اوديسا جنوب اوكرانيا يستخدم لتسليم الاسلحة الغربية كما اكدت الوزارة في ايجازها اليومي استهدف حضيرة للمسيارات من طراز بيرقدار التركيا القرارات والسلحة الروسي و Wertekura Wasis قالت وزارة الخارجية الأوكرانية أن القوات الروسية قتلت أكثر من 20 صحافيا synchronisiniya وأجنبيا خلال الحرب ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى زيادة العقوبات ضد الإعلام الروسية تشهد ضحية بوتشا شمال العاصمة كييف أزمة وقود بسبب انقطاع الامدادات جراء الضربات التي تعرضت لها في الهجوم الروسي وتدمير البنى التحتية للطاقة ومن المحتمل أن يواجه الملايين من الأوكرانيين حول العاصمة كييف استمرارا لأزمة الوقود خلال الأسابيع القادمة لا سيما بعد عودة أعداد كبيرة منهم إلى المناطق التي انسحبت منها القوات الروسية في الشق الاقتصادي للحرب قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أن بلاده تدعم انضمام ثمان دول إلى الاتحاد الأوروبي بينها أوكرانيا وأنهم سيتخذون كل القرارات الضرورية للدفاع عن أمن الطاقة في أوروبا والعالم وأكد دراجي أنه يمكن لدول أوروبا استيراد الطاقة من أفريقيا والشرق الأوسط كما دعا إلى اجتماع طارئ للدول الأوروبية لبحث ارتفاع تكاليف الطاقة أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك أن اقتصاد ألمانيا يتعرض لضغوط شديدة ولن يستطيع استيعاب ارتفاع أسعار الطاقة مضيفا أن على المستهلكين التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة التي ستستمر ربما لوقت طويل وعوضح هابك أن بلاده غير قادرة على دعم تكاليف الطاقة الجديدة على المواطنين مشيرا إلى أن واردات الطاقة من روسيا أصبحت هشة منذ بداية الحرب في أوكرانيا قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن بلاده لن تساند فرض عقوبات تقف حائلا أمام وصول شحنات النفط والغاز الروسية إلى المجر وعضف سيارتو أن شحنات النفط الروسية تمثل حوالي 65% من النفط الذي تحتاجه المجر ولا توجد طرق انداد بديلة وفي السياق أيضا قالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية أن سلوفاكيا ستسعى إلى إعفاء من أي حضر على النفط الروسي يتفق عليه الاتحاد الأوروبي ضمن حزمته التالية من العقوبات ضد موسكو من جانبه أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزاب بوريل خلال زيارة إلى باناما أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضمن إقصاء مصارف روسية أخرى من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية وقال بوريل أن هذه العقوبات تتعلق بالقطاع المصرفي والطاقة وقع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين مرسوما بشأن التدبير الاقتصادية الانتقامية فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية لبعض الدول الأجنبية بحسب بيان للكريملين ويحضر المرسوم الرئاسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الخاضعة لعقوبات انتقامية وكذلك حضر تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات روسية من بريكسل ينضم إلينا دكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بريكسل للدولي للبحوث دكتور أهلا بكم معنا هذا الاجتماع الذي دعا رئيس المزراء الإيطالي الدول الأوروبية لعقده برأيك هل هو قادر على مواجهة ما يحصل في أوروبا بموضوع الطاقة وارتفاع الأسعار؟ تحياتي لكن المشاهدين كما تعودنا على الدول الاتحاد الأوروب ببطء اتخاذ قراراتها الحاسمة والمصرية وتباين مواقف الدول الأعضاء رئيس المزراء الإيطالي الطالبة باتخاذ قرارات واضحة وإجماع على إما وقف أو إقرار خطة تخلي عن الاعتماد على الإمدادات الغاز أو الطاقة الروسية بشكل واضح أو علني وتوفير البدائل نظم الدول ما حدث الآن عن توفير البدائل لأن هناك إرادة سياسية أوروبية يبدو أنها اتخذت قرارها وحسمت أمرها بضرورة وقف الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية ولكن المجر اليوم أيضا قالت بأنه ليس هناك طرق بديلة حتى الآن غير الغاز الروسي وسلوفينيا أيضا طالبت استثنائها من أي قرار أوروبي مطالبة بعض الدول استثنائها هذا لا يعني أن الدول الاتحاد الأوروبي لن تسعى أو لن تتخذ هذه القرارات هناك بالفعل قطة تقدمت وتحدث عنها جوزيف بوريل اليوم بأن هناك خطة عملية لاستغناء عن الامدادات الروسية تدريجيا الحديث تدريجيا من هنا حتى نهاية هذا العام أعتقد أن منذ بداية الحرب أن دول أوروبا بدأت تبحث عن البدائل ونسترجع بالذاكرة الولايات المتحدة الأمريكية عندما بعثت وفدة رفيع المستوى للتفاوض مع فونزويلة التي تخطع العقوبات الأمريكية لعادة ضخ كميات كبيرة من الطاقة أو من البترول إلى أوروبا لتوفير بديل وزيارة بلينكين إلى الشرق الأوسط ومن ثم إلى الجزائر في الأسبوع الماضية كل هذه الأمور وعودة تفعيل دول مثل ألمانيا وفرنسا إلى مفاعلات نووية لتوليد الطاقة وحتى مفاعلات تعمل أو محطات توليد الطاقة تعمل عبر الفحم كل هذه الأمور هي تنصب في المدادات دكتور رمضان أعتذر منك ولكن سننتقل مباشرة إلى الكونغرس الأمريكي في واشنطن لمتابعة جانب من جلسة سماع وزير دفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان مارك ميلي بشأن ميزانية الدفاع العام 2023 كنا قدمنا 16 مليار دولار من وزارة الدفاع وبالتالي 6 مليار لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا وكذلك استثمارات لتغطية الإحتياجات العملياتية والكلفة وتعزيز المنطقة الشرقية من أوكرانيا وأود أن أشكركم جميعاً في دعم أوكرانيا لدفاع نفسها ودعم النيتو وأمل أن يوافق الكونغرس بعجالة على هذه المساعدة وكما تعلمون فإن التحدي يبقى أمامنا هو مواجهة الاعتداءات والتنمر من الصين وبالتالي 6 مليار دولار في مبادرة الباسيفيك لتعزيز وجودنا وبنى التحتية واستعدادنا في تلك المنطقة بما في ذلك الدفاع الساروخي وكذلك الانتقال من الجائحة إلى تغير المناخي وكذلك جماعات الإرهاب الدولي وأكثر من 600 مليار لتغطية الأبحاث وهذا أكبر رقم تقدمنا به وهذا يشمل الذكاء الاصطناعي و150 لفايف جي وتمانية وعشرين مليار للقدرات الفضائية وكذلك دعم شبكاتنا والقوة السبرانية وهذا يساعدنا في تفوقنا ولكن بمساعدة هذه اللجنة سنواصل الدفاع عن هذه الأمة والاهتمام بشعبنا ودعم الحلفاء شكرا لك ونشكرك وزير الدفاع على وزيرنا على هذه المداخلة أود أن أشكرك ونشكر كل من قدموا خدمتهم في صالح الشعب الأمريكي وأنا أمثل الجنود من قوات المسلحة الأمريكية وجنودنا بمساعدتكم هم الأفضل والأفضل إعداداً وكذلك القدرات هي الأفضل نقوم بعملياتنا كل يوم للمحافظة على أمن الأمريكيين ونحن حالياً ندعم كما شرتم في الافتتاحية حلفائنا في النيتو في وجه هذه الحرب التي شنتها روسيا ضد شعب الأوكراني وكذلك المؤسسات الديمقراطية والنظام العالمي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية وروسيا والصين بقدراتهما العسكرية يحاولان أن يغير النظام العالمي إلا وقام أنها محافظة وبالتالي هي هذه احتمالات لسباق بين هذه الدول التصوير اللاجبين المتقدمة يزداد ولا يتراجع ومن أجل حماية أمننا القومي والنظام الدولي وبالتنسيق مع العناصر الأخرى فإننا نعد خيارات عسكرية أمام الرئيس كرئيس كونه رئيسا للأركان ونحن كجيش أمريكي مستعدين لردع ومحاربة أي طرف يسعى للهجوم على الولايات المتحدة أو أي من حلفائنا ونحن نقدر العمل الذي يقوم به الرئيس المنتخب في تعزيز القدرات من أجل أن نكون مستعدين نشكر الكونغرس على زيادة الإنفاق العسكري ونشكركم على دعم ميزانية هذا العام وبالتالي فإننا في أمن الولايات المتحدة طلبنا نحو 773 مليون دولار من أجل هذه الاستعدادات لكي نواجه تحديات القادمة ونواجه تغير في طبيعة الحروب ونعمل على أن تكون الموارد الأمريكية تنفق لصالح الأمة وبالتالي هذه الميزانية توفر قدرات ونعمل مع شركائنا وحلفائنا نحن نشهد حاليا كما نحن الآن هنا أكبر تحدي للأمن في أوروبا وفي العالم فالغزو الروسي لأوكرانيا يقود ليس أمن أوروبا بل الأمن والاستقرار العالمي الذي حاربت الأجيال السابقة من أجل حمايته نحن نشهد المأساة التي تقع على الإنسانية بسبب هذا العدوان على الرغم من هذا العدوان فإن مؤسسات الحريات تقف معاً لترفض إحتمالات الحرب الشاملة في أوروبا ونسعى للسلام واستقرار العالمي كي تتمكن كل الأمم من الازدهار بسلام وتعزيز قدراتنا في كل مكان وخاصة في مواجهة التحدي الذي تشكله الصين وكذلك فإن في مناحي الحرب في جوا وبحرا وبرا وكذلك في الفضاء الإلكتروني كل هذا نقف من أجل مواجهته أمام أعدائنا علينا أن نتابع هذه الاستراتيجية للمحافظة على السلام وكي تكون قوتنا موازية لروسيا وبالتالي نحافظ على استعدادنا وإن لم نقم بذلك فإننا نعرض أمن الأجيال القادمة للخطر وأطلع الآن لتلقي أسئلتكم أشكرك على هذه الكلمة وأشكرك على وجه الكاملة وقبل أن أسمع الرئيس اللجنة بإفادته نكتفي بهذا القادر مشاهدين أبرز ما جاء في هذه الإحاطة رئيس أركان الجيش الأمريكي يقول نحن في مواجهة مع روسيا والصين وقال بأنهم يشهدون أكبر اختبار لأمنهم وأمن أوروبا وقال بأنهم مستعدون لردع أي طرف يحاول الهجوم على الولايات المتحدة أو الحلفاء وقال أيضا بأن روسيا والصين تحاولان تغيير النظام العالمي أما وزير دفاع الأمريكي فتحدث عن الحرب في أوكرانيا بأنها ستحصن خلال أسابيع وبأنهم خصصوا ميزانية لمواجهة خطر الصين والهجمات السيبرانية كما تحدث عن تزويدهم لأوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لمساعدتها على التصدي لروسيا والآن سأذهب إلى زميلنا من دونياتسك مراسل العربية رائد الأخبار لنطلع منه على أبرز التطورات الحاصلة رائد هناك هجوم بدأ من جديد على مصنع أزوفستال ما هي آخر المستجدات؟ ماذا يصلكم من معلومات؟ نعم ميسون اليوم أعلنت وزارة الدفاع وبالفعل عن شهود عيان في مريوبل بأن هجوم بدأ من ناحية المحاصرين داخل هذا المصنع حسب الوكالات الرسمية أن كان هناك وقف لإطلاق النار في فترة الصباح ومن ثم بدأ المحاصرون بإطلاق النار والقذائف ما جعل الجانب الروسي يشن هجمة مضادة على المصنع بالطيران وكذلك بالقصف هذه هي التصريحات الرسمية الروسية لكن شهود عيان يؤكدون أن بالفعل هناك أصوات قصف شديدة حول مصنع أزوفستال أنا من طرفي أقول ميسون أننا كنا بالأمس في مريوبل وكان القصف مستمر طوال النهار وكانوا أيضا يقولون العسكريون بأنهم يردون على القصف الأوكراني من قبل المحاصرين هناك حديث عن كشف مختبر بيولوجي في مريوبل ماذا لدينا من تفاصيل حوله؟ ما هي الرواية الروسية؟ بالفعل ميسون هنا أيضا السلطات في دانيتسك أعلنت عن اكتشاف مختبر بيولوجي تابع للنيتو وأظهرت صور وفيديوهات في الوكالات المحلية لهذا المختبر يقولون بأن كان داخل هذا المختبر وثائق سرية وأحرقها من عملوا في هذا المختبر قبل انسحابهم وقد أحرقوا المخبر بأكمله عندهم أدلة بحيوانات تم إجراء تجارب عليها فئران وما شابه ذلك هذه هي التصريحات وما أيضا أظهرتها الشاشات المحلية هنا في مقاطعة دانيتسك ميسون بالنسبة لميناء ماريوبول رائد ميناء ماريوبول أيضا كان الحديث في الفترة السابقة عن تنظيف الميناء من الألغام ومن مخلفات المعارك والأسلحة التي بقيت تركها الجيش الأوكراني خلفه والحديث أنه من أول الشهر من قبل يومين بالفعل كان هناك أول رحلة اقتصادية بحرية لباخرة دخلت إلى الميناء وبدأ العاملون أو القائمون على العمل في مدينة ماريوبول بتشغيل الميناء أولا بأول طبعا هذا بخصوص الميناء لكن هم يقولون بأن تشغيل المدينة بشكل كامل يبدأ ولكن تدريجيا وببطء للحالة السيئة التي نشاهدها في مدينة ماريوبول شكرا لك من دانيتسك مراسل عربية رائد الأخبار على كل هذه المعلومات وتفاصيل اعتبرت الخارجية الروسية في بيان أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية إيرلابيد متعارضة مع التاريخ وتفسر بدرجة كبيرة بل تفسر سبب دعم الحكومة الإسرائيلية الحالية لنظام النازيين الجدد في كيف وأكدت موسكو أن وجهة نظر وزير خارجية سورجي لافروف بأنه كون زيلانسكي من أصل يهودي لا يمنع أن يكون النازيون الجدد يحكمون أوكرانيا وأضافت الخارجية الروسية أن معادات السامية في الحياة اليومية وفي السياسة لم تتوقف بل على العكس تجري تغذيتها في أوكرانيا وكان وزير الخارجية الإسرائيلية إيرلابيد قال أن اتهام اليهود بأنهم معادون للسامية هو عنصرية مقيتة قال الكريملين أن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن موسكو ما زالت منفتحة على الحوار مع أوكرانيا واعتبر بوتين أن أوكرانيا ليست جادة خلال المفاوضات مشددا على ضرورة أن يكفى الغرب عن تسليم أوكرانيا للأسلحة كما أكد بوتين لماكرون أن مشاكل الأمن الغذائي العالمي تأتي في المقام الأول بسبب العقوبات الغربية في المقابل أعرب ماكرون لبوتين عن قلقه بشأن الأمن الغذائي قال رئيس المزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمة للبرلمان الأوكراني أن أوكرانيا ستنتصر على روسيا وستعود من جديد دولة حرة وأضاف جونسون أن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون جنيه استرليني لدعم القوات الأوكرانية مؤكدا أن مصير الأوكرانيين بيدهم ولن يفرد بل يفرد عليهم أي شيء أعلن المستشار الألماني أولاف جولس أن بلاده ستدعم انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو مستبعدا أن تهاجم روسيا دولا أخرى وأضاف جولس أن اجتماعه مع رئيستي وزراء فنلندا والسويد يهدف لمعالجة القضايا الأمنية المهمة لأوروبا جئنا إلى هنا معا لمعالجة القضايا المهمة في اجتماع مغلق لبحث القضايا التي تشغلنا جميعا ضيفتان رئيستان الوزراء من السويد وفنلندا الدولتان من الحلفاء المقربين لبلدنا وشريكان في الاتحاد الأوروبي لهذا من المهم جدا أن نناقش معا القضايا الأمنية التي تعتبر مهمة لأوروبا ودولها في حوار خاص مع العربية أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إصراره على إجراء حوار مع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين لتحرير أوكرانيا وإنهاء الحرب مشيرا إلى أن قرار التفاوضي محصور بيد بوتين نفسه ما يتعلق بالمفاوضات فكل المعلومات التي تسمعونها هي مرتبطة فقط واستثنائيا بموقف الرئيس الروسي وهو الذي يحدد متى روسيا جاهزة المفاوضات أم ليست جاهزة هم كمفاوضين أو متفاوضين لا توجد لديهم صلاحيات كافية لا يمكن التوافق أو الاتفاق معهم لأن الكلمة الحسنية تعود للرئيس بوتين سيد الرئيس أن يلتقي بالرئيس الأوكراني وعندما سيكون جاهزا نحن سنكون جاهزين أيضا نشراتنا مستمرة فيها بعد الفاصل أردوغان يقول أن بلاده بصدد إعداد مشروع جديد يضمن العودة الطوعية لمليون سوري إلى شمال البلاد أهلا بكم من جديد خلص علماء في جنوب أفريقيا إلى أن سلالتين فريتين من المتحور أميكرون من فيروس كورونا يمكنهما خداع الأجسام المناعية المتكونة في الجسم من إصابات سابقة بكوفيد-19 بما يكفي للتسابب في موجة تفشي جديدة فحص العلماء سلالتين بي اي أربع وبي اي خمسة الفريتين من أميكرون التي أضفتهما منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي لقائمتها للمراقبة وأظهرت المجموعة التي تلقت اللقاحات قدرة على تحييد الفيروس بأكثر من خمسة أمثال وبالتالي فهي محمية بشكل أفضل من جهته كشف أليكس سيغال الأستاذ في معهد أفريقيا للأبحاث الصحية في جنوب أفريقيا أن الدراسة الجديدة تشير إلى أن بي اي أربعة وبي اي خمسة قادرتان على إثارة موجة جديدة من كورونا بسبب قدرتهما على تجنب الأجسام المضادة سواء من التطعيم أو عدوى سابقة ومتابعة أيضا لهذا الموضوع ينضم إلى من عمان دكتور ديرار بلعاوي مستشار علاج الدوائي السريري للأمراض المعدية دكتور ديرار أهلا بك معنا ماذا يجري يا دكتور يبدو بأن أوميكرون عائد ولكن هل سيعود بالخطورة التي بدأ فيها منذ أكثر من سنتين تحياتي يا سيدتي لك وللمشاهدين الكرام أوميكرون لم يذهب حتى يعود الحقيقة إحنا قلنا دائما بأنه جائحة إلى إنكسار إلى حياتنا الطبيعية يا دكتور نعم نعم يعني هي الجائحة إلى إنكسار لكن إحنا بدنا نركز بأنه كورونا لم ينتهي وهو موجود معنا وهذا وجد حتى يبقى معنا ولكن الخبر الجيد اللي دائما أنا بدي أكرره بأن المتحورات ليست بصالح هذا الفيروس والدليل بأنه كل أرقام الإصابات إدخالات المستشفيات الوفيات كلها في نزول اللي تحدثت عنه في التقرير بي اي فور بي اي فايف حتى فيه متحور جديد قبل سويعات هو بي اي تو تولف ون الموجود بساوث أفريكا كلها متحورات نعم ستزيد من الإصابات لكنها لم تثبت أنها أكثر شراسة أو ضراوة أو أكثر قدرة على إدخال المستشفيات هل هذا كيف دكتور ديرار للتمئنان لأنه كما يقول دكتور سيغال بأنه ليس هاتين المتحورتين قادرتان على تجنب الأجسام المضادة من إصابة سابقة أو من اللقاح نعم أنا يعني اللي بدي أكد من سؤال حضرتك أنه في دراسة جميلة جدا أثبتت بأنه الأشخاص اللي تلقوا المطاعيم نزلت الأجسام مضادة عندهم فقط ثلاث أضعاف مقارنة بالأشخاص اللي أصيبوا سابقا بمتحورات أخرى نزلت عندهم الأجسام مضادة ثمان أضعاف يعني الشاهد من حديثي أنه أطلب من الجميع أنه لحد الآن لم يأخذوا لقاحاتهم ظنا منهم بأن الفيروس قد انتهى أن يرجعوا أن يأخذوا المطاعيم يعني أنا هاي الرسالة اللي بدي أوصلها بأن الفيروس موجود معنا وهو يضعف ولكن إذا أنت ما أخذت اللقاح أو أنت شخص عندك أمراض مزمنة أو شخص مناعتك ضعيفة يجب عليك أن تأخذ جرعتين اللقاح لا بل أن تأخذ الجرعة المعزلة طب دكتور ديرار دائما هذا هو السؤال الذي يلازمنا هل كل سنة سنأخذ هذه اللقاحات؟ هل تم اتخاذ قرار تجاه ذلك أم بعد؟ ستي البراهين المتراكمة تثبت لنا بأن كورونا ومتحوراته سيصبح مثل إنفلونزا بمعنى آخر أننا سنأخذ جرعة من اللقاح بشهر تسعة عشر القادمين كمثل جرعة لقاح الإنفلونزا جرعة موسمية هذا هو المطاف الأخير لهذا الفيروس لا خوف لا داعي للهلع نحن نريد أن نبقي على الإجراءات الوقائية برضو هذه نقطة كثير مهمة طب دكتور أتحدث عن الإجراءات الوقائية كما تطير الطيارة بدون رادار هل نحن نتحدث عن كمامة كل الوقت؟ هل نحن نتحدث عن التباعد الاجتماعي أهيني؟ هل هذه هي الإجراءات التي يجب أن نعود لتمسك بها؟ ستي أنا بدي أتحدث عن إجراءيني لو سمحتي الأول إجراء حكومي وهي الإجراءات الاستباقية أنا ما يخيفني هو تخفيض الفحوصات العشوائية والسلسلة الجينومية نحن كمن يطير من غير رادار وهذا خطأ في الدول عم تعملوا إذن هذه أول إجراءات أما الإجراءات على المستوى الفردي نعم نحن نريد كمامة لكن في الأماكن المغلقة نريد تباعد جسدي في أماكن سيئة التهوية أما نعم نريد أن نعود إلى حياة شبه طبيعية ولكن يجب علينا أن نبقي أعيننا مفتوحة حتى لا سمح الله ما يصير في عنا إصابات شكرا لك يا دكتور دائما إيجابيتك تريحنا دكتور ديرايب العاوي مستشار لإلاج الدواء السرير للأمراض المعضية أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية تارق يازاريفيتش إن المنظمة تلقت بلاغات عن 228 حالة محتملة على الأقل لالتهاب الكبد لدى الأطفال مع وجود عشرات الحالات الأخرى قيد التحقيق وأضاف المتحدث أن البلاغات أتت من 20 دولة في وقت تتحرى السلطات الصحية أمر الزيادة الغامضة لحالات الالتهاب الكبد الشديدة في جميع أنحاء العالم أفادت مصادر أمنية إسرائيلية أن البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بحث عقد اجتماع لزعماء المنطقة كجزء من زيارة الرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط المتوقع أن تتم في نهاية يونيو المقبل وأضافت المصادر أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا ونظيره الأمريكي جيك سوليفان ناقش زيارة بايدن خلال محادثات في البيت الأبيض الأسبوع الماضي مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون زيارة بايدن قصيرة لمدة 24 إلى 36 ساعة وسيلتقي مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في القدس وبيت الأحم نقلت وسائل أعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان أن حكومة بلاده بصدد أعداد مشروع جديد يضمن العودة الطوعية لمليون سوري بدعم من مؤسسات المجتمع المدني في تركيا والعالم أردوغان أشار أيضا إلى أن نحو 500 ألف سوري عادوا إلى مناطق آمنة بشمال سوريا منذ عام 2016 قال إيلون ماسك الملك الجديد لمنصة تويتر أنه ينوي جعل تويتر منصة شاملة وواسعة النطاق قدر الإمكان أكثر منها كل موسيقى منطقها إلى التعريبي include تجميع وعرض أكثر 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 من المعاني لا شخصاeny أكثر 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 من هو استفضل أكثر 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 من المعاني أظر من طبق متعدد إسرائيليين إلى هنا تنتهي نشرة الخامسة أشكر لكم طيبة المتابعة أترككم في أمان الله